تعالوا نتعرف على أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة أخبار كتير هتحصل النهاردة النهاردة هيتم عقد مباحثات بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير التركي في قصر التحرير يتبعها مؤتمر صحفي يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هيزور مصر في زيارة رسمية تستمر يومين وأضافت أن زيارة ستشهد لقاءات مع المسؤولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأكازيون الصيفي 2024 لمدة شهر وأتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقاً لرغبة كل صاحب محل تجاري شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد الأكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات كما حذرت الوزارة من التلاعف في الأسعار أو الإعلان على عكس الحقيقة لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري هيلتقي الزمالك مع أمبي في تمام الساعة السابع مساء النهاردة أيضاً هتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس في العاشرة مساء على ملعب جروباما ستيديم